فيها بالأقاليم الجنوبية مع أنها رياضة تستحق الاهتمام والعناية اللازمين فاطمة الزهر الفحسي وفتاح هاشيم وهذه الرياضة لم يقتصر موسم طنطان على سباقات الهجن والفروسية بل تعدها إلى أنشطة رياضية أخرى ومن بينها على الخصوص تنظيم الدورة الثالثة لكاس طنطان في رمية الصحون الطائرة بحضور عامل إقليم طنطان حيث شاركت أندية من العيون طنطان قلميم تزني تقادير وتارودانت وقد تميزت هذه التظاهر الرياضية بالتنافس المشوق بين المشاركين على ثلاث درجات حيث فاز أحمد السبيتي بالرتبة الأولى في سنف الدرجة الأولى وفاز شهاد إسماعيل بالرتبة الأولى في سنف الدرجة الثانية وأحمد كريما بالصفة الأول سنف الدرجة الثالثة فيما منحت جائزة أصغر مشارك للتفل أسامة أيتعلى الذي يبلغ من العمر عشر سنوات مرة المقابلة في رامي الصحون في إجواء جيد ممتازة وانتهت بفوز مستحق للسيد السبيتي أحمد في السنف الأول بالمرتبة الأولى بـ 24 صحن على 25 صحن وتم ختم الطورة على أساس أن يتم لقاء مجموعة اللاعبين في الضورة المقبلة إن شاء الله بمدينة طنطان وفي ختام هذه التظاهرة تم توزيع مجموعة من الكؤوس والهدايا على الفائزين في مختلف الأصناف من رياضة رماية الصحون التي عرفت انتعاشا في الآونة الأخيرة بالقاليم الجنوبية في إطار دعم الرياضة والرياضيين بالأقاليم الجنوبية يقترح برنامج الفضاء الرياضي على جميع الأندية والجمعيات والعساب والمؤسسات المهتمة بشأن الرياضي مراسلة البرنامج بخصوص اختيار الأسماء